ليا أحمد البوديري مراسل الغل يضعنا في تفاصيل هذه الوقفة والتضامن في الخان الأحمر إليك أحمد بلا شك بأن التضامن مازال مستمرا في الخان الأحمر ليلا ونهارا لبرمن على سبيل المثال تحدث مع عدد من الدول الأوروبية مستنكرا ما قال بأنهم يعملون على التدخل في الشؤون القضائية الإسرائيلية ولكن اليوم كان لابد لنا أيضا أن نرى ونبحث في حول منطقة الخان الأحمر ما الذي يجري من قبل الأعمال الاستيطانية لنتفاجأ بقضية لم نكن نعلمها على الهواتف الخليوية هناك أبليكيشن أو ما يسمى ببرنامج سياحي عالمي يمكن لأي أحد في العالم أن يقوم بحجز فندق أو بيت وذلك بشكل سياحي المنطقة السياحية هي منطقة الخان الأحمر ولكن ليس بفندق وإنما شيء آخر منطقة بدوية من قبل المستوطنين الذين يدعون السياح في العالم أجمع بأن يأتوا إلى هذه المنطقة على بعد كيلو متر ونصف فقط من منطقة الخان الأحمر تم بناء هذه الخيام والدعوة هي تمتع بيوم سياحي على طريقة البدوية ولكن الإشراف هو من قبل مؤسسة استيطانية التي تصادر هذه الأرض التي نراها الآن دون أن يكون لديهم أي أوراق ثبوتية حتى من الإدارة المدنية العسكرية الإسرائيلية الدليل أنني عندما حاولت التواصل والاتصال مع بعض المصادر استنتجنا بأنه بالفعل هذه الأرض مصادرة حتى بالقانون الإسرائيلي هذا المشروع التجاري بين قوسين هو مشروع غير قانوني حسب المعايير الإسرائيلية إذن الجانب الإسرائيلي يخلي البدو وخيم البدو وأغنام البدو وينهي الحياة البدوية ولكنه لن يبني فقط مستوطنات بل سوف يبني هذه هذه هي عبارة عن الحياة البدوية التي سرقها الجانب الإسرائيلي بمعنى آخر هو لم يسرق فقط الأسماء العربية أو سرق الأسماء اليهودية أو سرق الأكل الفلسطيني وغيرها من هذه الأمور ولكن حتى الآن هو يستطيع أن يسرق هذه الحياة البدوية عن طريقة الخيام وتحويل ذلك إلى دخل اقتصادي يدعم العمل الاستيطاني أي شخص يمكن له أن يقوم باستئجار هذه الخيام والسكن فيها على بعد كيلومتر ونصف كما قلت هناك الخان الأحمر حيث القضاء الإسرائيلي بين قوسين يقول بأن هذه المنطقة يجب هدمها لأنها عملية تتعارض مع المشاريع الإسليطانية إذن ماذا هذه؟ نعم هذه الافتعالات من قبل قوات الاحتلال على المدى البعيد كيف يمكن أن تؤثر على حياة الفلسطينيين وعاداتهم وتقاليدهم أيضا؟ من الواضح تماما بأن الجانب الإسرائيلي في منطقة النقب في منطقة الخان الأحمر في الأغوار يريد أن ينهي الحياة البدوية يريد أن يحول البدو من الخيام إلى مدن أو قرى أو مدن صفيح وما إلى ذلك ولكن المفارقة أننا عندما تجولنا في الجبال يعني كل طبعا لا يجد هناك شوارع رئيسية تصل إلى هذه المنطقة ولكن عندما تجولنا في الجبال وصلنا في النهاية إلى هذا المكان الذي عموما لم يكن سرا لأننا وجدناه سياحيا دعائيا ولكن يقول إن أردتم أن تتمتعوا في الحياة البدوية بدل أن تفهبوا إلى الخيام الأحمر وتنظروا إلى منطقة النقب وغيرها من تلك المناطق عليكم أن تأتوا هنا وهنا يسمعون الرواية الصهيونية نعم أحمد نعم أحمد نعم أحمد على نفس البرنامج السياحي الحديث كله عن الحياة البدوية في إسرائيل والحياة البدوية التي يمكن أن يعني كيف يكون الليل والمهار والطعام البدوي وما إلى ذلك ولكن في إطار السياحي الإسرائيلي أسيطر عليها أيضا إنما هو احتلال للهوية ومحاولة أسيطر عليها أيضا أشكرك أحمد البديري مراسل غد كنت معي على كل موقع